انا ليه النهاردة بتكلم بحرقة وبتكلم لانه مبارح الحقيقة بعض من لا يشجع النادي الاهلي كانوا بيكلموني في التليفون ناس كتير وبعتولي على المسينجر وعلى الواتساب وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي ها هتشيلوا قد ايه ها كاس مصري رايح اتحاد نادي كبير وسيد البلد وسيظل دائما نادي الاتحاد نادي كبير جدا جدا ومن اكبر الاندية في مصري في كرة السلة وفي كرة القدم وسيد البلد نادي الاتحاد السكندري يعني لما نيجي نتكلم عن نادي الاتحاد السكندري كلنا هنسكت لكن انا بتكلم هنا عن النادي الاهلي وما بتكلمش عن نادي الاهلي ولا نادي الاتحاد لانه اللي بعتولي مبارح كلهم ولا بينتموا طبعا للنادي الاهلي ولا بينتموا طبعا لنادي الاتحاد السكندري على رجم من هي لم تكن الا منفسة رياضية منفسة رياضية ما بين اتنين مدربين كبار وما بين ناديين كبار وما بين ناس كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإنبارح وقصاده ناحية تانية لحج محمد مصلحي واحد من أكبر رؤساء الأندية ومن أفضل رؤساء الأندية الشعبية برضو بالمناسبة أنا هنا باتكلم آه إن فيه غلط حصل إنبارح وبالمناسبة الغلط اللي حصل إنبارح على أو مش غلط إحنا شايفين إنه هو قد يكون اللي حصل إنبارح على الصفحة الرسمية للنادي للتحاد السكندري قد دفعة كبيرة جدا لكل اللاعبين اللي كانوا موجودين النادي للتحاد السكندري مبارح كتب كلمتين كده أو الصفحة الرسمية يعني حطوا صورة النصر اللي جوه النادي الأهلي أو النصر شعار النادي الأهلي حطوه محبوس في قفص فماشي أوكي ما عندناش مشكلة يعني أنا عارف إن ده حتى لو هنعتبره خطأ فهو خطأ فردي لأن النادي للتحاد السكندري ورئيسه بيأكله كل الاحترام والحب والاحترام والمواد اللي أنا عارفها بقى كشخص كمان لنادي الأهلي ولرئيسه ولمجلس إدارته ولجماهيره كمان بخلاف تاريخ عريض وكبير ما بين وعلاقات طيبة جدا ما بين الأهلي والاتحاد السكندري عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا لا أقف عند هذه الأمور أنا ما بقفش عن إن إنت حاطت النصر وقفل عليه إقفل براحتك وعمل اللي أنت عايزه وعايز التاريق التاريق أنا ما عنديش مشكلة عارف لو كان هناك خطأ فهو خطأ فردي أنا متأكد مليون فلمية من هذا الأمر ولكن في نفس الأمر أنا ما عنديش مشكلة لأنه مثل هذه الأمور هي اللي بتوديني للي حضراتكم شفتون بارح فاكرين السوبر الإفريقي فاكرين بن حليب لما وقف وعمل مش عارف إزاي وعمل كده وأنا وقفت مع حضراتكم وأنا وقلت له ابقى أسأل بس الأول قبل ما تعمل اللقطة دي نفس الأمر نفس الأمر إمبارح بيفوز النادي الأهلي وبيحصد بطولة كأس مصر بقالنا فترة طويلة ما خد نهيش بالمناسبة بكاس مصر في كرة السلة بقالنا فترة غايبين من 2018 يا عم انت من 2018 دي بقى من فترة بالنسبة لنا فترة بالنسبة لنا كأهلوية الموضوع ده فترة ممكن الناس تقعد عشرة وعشرين وتلاتين وخمسة وعشرين وعشرة واثنين بس مش الأهل يعني فعشان كده أنا بقول لحضراتكم من إمبارح للنهاردة كل الأصدقاء اللي بعتوا لي أنا عارفين أنا ردت عليهم عملت لهم إيه عملت لهم النصر بره القفص كل أصدقائي معنهم ولا تبعين لنادي الأهلي ولا تبعين ولا بيشجعوا الأهلي ولا بيشجعوا الاتحاد بالمناسبة لكن عملت لهم طرف ثالث يعني عملت لهم النصر بس كده يعني كل اللي كانوا بعتنهولي قبل المباراة أنا عملت النصر كل محد يكلمني عمله النصر عمله النصر واقوله واعمله وردة جنب النصر اشتركوا في القناة